اشتركوا في القناة ولكن اولا اذا انت مش مشترك في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات اول باول ايضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لاكبر عدد من اصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف ايضا احنا اضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لالكو وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فاي حدا حابب يدعم القناة بامكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع هتلاقوه موجود في الوصف اسفل الفيديو ايضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي روابط كلها بتلاقوها في الوصف ايضا اسفل الفيديو وبتمنى انكم تطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف اسفل الفيديو هتفيدكم كتير وعشان ما نطولش عليكو خلونا نبدأ تعرفنا في الدرس السابق على المستوى الديكارتي وكيف بنقدر نمثل النقاط على هذا المستوى وقلنا انه هو عبارة عن عمودين متعامدين على بعضهم البعض خط افقي وخط عمودي الخط الافقي بنسميه محور السينات والخط العمودي بنسميه محور الصادات بنمثل عليهم النقاط بدلالة احداثياتهم بدلالة الاحداث السيني يعني بعد النقطة على محور السينات والاحداث الصادة ارتفاع النقطة على محور الصادات طيب الان راح نيجي لخصائص من خصائص النقاط وهي الانعكاس والانسحاب نجد نشاط واحد من أجل المحافظة على التراث الفلسطيني الزاخر بمكونات متعددة والممتد عبر عبق التاريخ من الأمثلة عليها التطريز الفلاحي المنتشر في الريف الفلسطيني يمثل شكل المجاور وحد التطريز تستخدم بكثرة في النماذج المطرزة المتنوعة تأمل شكل المرسوم وأكمل أرسم محور تماثل فتصبح الشكل على النحو الآتي يعني زي ما احنا شايفين هذا شكل التطريز لو أنا بدي أرسم لهذا الشكل محور تماثل يعني خط بحيث انه يكون الجهة اليمين بتماثل الجهة الشمال وراح يكون محور التماثل طبعا رح يكون في النص بالضبط ليش لأنه الجهة هادي نفس الجهة هادي وكأنه عكسناها في المراية فبالتالي محور التماثل زي كأنه بمثل المرآة اللي بتعكس اللي موجود على يمينه بينعكس على يساره فزي ما احنا شايفين رسمنا محور تماثل هذا هو محور التماثل اللي موجود عندي رسمناه في النص طبعا زي ما احنا شايفين طيب بعد ما رسمنا محور التماثل بيحكي لي القطبة السوداء تبعد عن محور التماثل بمقدار أربع قطب في عندي هنا قطبة سوداء من التطريز أكم قطبة بتبعد عن محور التماثل أربع قطب طيب والقطبة الحمراء اللي هي هذه أكم قطبة بتبعد عن محور التماثل أيضا بمقدار أربع قطب طيب ألاحظ أن بعد قطبة السوداء عن محور التماثل يساوي بعض القطبة الحمراء أو القطبة الحمراء عن محور التماثل طيب هذا الإشيء بيأدي لإيش بيأدي أنه هذا محور التماثل اللي عندي بيشبه المرأة فبالتالي القطبة السوداء هي عبارة عن انعكاس للقطبة الحمراء على المرأة أو على محور التماثل اللي موجود عندي طيب هل يوجد قطب أخرى لها البعد نفسه عن محور التماثل من جهتيه أحدد عددا منها طبعا فيه كتير كمان طيب زي ما احنا ملاحظين أساسا الشكل هذا هو عبارة عن نعكاس للشكل هذا فمثلا هذه القطبة اللي احنا شايفينها هذه اللي موجودة هنا هي عبارة عن نعكاس لهذه القطبة اللي موجودة هنا راح ألاقي أنه المسافة بينها وبين محور التماثل نفس المسافة بين هذه وبين محور التماثل فبالتالي هذه المسافة بتساوي هذه المسافة أيضا هذه القطبة مثلا نفس هذه القطبة نفس البود عن محور التماثل فبالتالي عبارة عن إناكاس لإلها فبالتالي كل القطب الموجودة على اليمين هي إناكاس للخطب الموجودة على اليسار حول محور التماثل اللي رسمناه اللي هو الخاط العمودي طيب أتعلم يسمى محور التماثل في هذه الحالة يعني النقطتين لهم البعد نفسه على المحور من الجهتين محور إنعكاس ليس سمنا محور إنعكاس لأن النقطتين لهم نفس البعد من الجهتين نيجي لنشاطة اتنين أكمل تمثيل أزواج النقاط الآتية على المستوى الديكارتي أستخدم الألوان في تمثيل كل زوج بدنا نمثل هذه الأزواج على المحور الديكارتي أول حاجة عندي 2.3 و 2.3 زي ما بلاحظ 2.3 يعني 2 على محور السينات و 3 بعدها على محور الصادات تطلع عندي هذه هي النقطة 2.3 يعني 2 على محور السينات وسالب 3 يعني للأسفل 3 وحدات على محور الصادات فبالتالي هذه هي النقطة الأولى وهذه هي النقطة الثانية طيب بيقول لي أمثل النقطتين 2.3 و 2.3 كمان في الشكل النقطة الثانية تبعد عن محور السينات قديش تبعد عنه 3 وحدات ليش لأنه إحداثها الصادية بيساوي 3 فبالتالي بتبعد عن محور السينات 3 وحدات وحدة وحدتين 3 طيب بالنسبة للنقطة الثانية سالب 3 قديش تبعد عن محور السينات أيضا 3 وحدات ليش هاي المسافة بينها وبين محور السينات وحدة 2.3 فأيضا 3 وحدات نسمي محور السينات في هذه الحالة محور انعكاس ليش بنسمي محور انعكاس لأنه المسافة بين النقطة 2.3 لمحور السينات هي نفسها المسافة من النقطة 2.3 لمحور السينات فبالتالي النقطتين عبارة عن نقطتين منعكسات عن بعض فبالتالي نسمي النقطة 2-3 صورة النقطة 2-3 تحت تأثير الانعكاس في محور السينات يعني النقطة هذه 2-3 هي عبارة عن انعكاس للنقطة 2-3 حوالين محور السينات يعني لو أنا بعرف هذه النقطة 2-3 وقلتلك هي عندي محور الانعكاس يعني هي عندي المراية اللي أنا بعكس عليها فانت ارسم لي نقطة بتعكسها فانت حتشوف قدش بتبعد هذا عن محور السينات ثلاثة وحدات حتنزل ثلاثة وحدات بالعكس وحترسم النقطة اثنين وسالب ثلاثة يعني هي عبارة عن صورة هذه النقطة في المراية او انعكاسها حول محور الانعكاس اللي هو محور السينات حسب ما عندي في النشاطها طيب نيجي لبا وعين النقطتين في المستوى عندي نقطتين اللي هما سالب ثلاثة واربعة وثلاثة واربعة طيب حيعين حنعين النقطتين في المستوى نيجي نعين النقاط اللي موجودة في المستوى الديكارتي اللي موجود عندي طيب النقطة سالب ثلاثة واربعة هاي سالب ثلاثة على محور السينات واربعة على محور الصادات زي ما احنا شايفين طيب بالنسبة لثلاثة واربعة هاي النقطة ثلاثة هاي ثلاثة على محور السينات وهي أربعة على محور الصادات طيب إيش بنلاحظ هذه النقطة ثلاثة وأربعة وهذه النقطة ثلاثة أو سالب ثلاثة وأربعة طيب إيش اللي بنلاحظ في هذه الحالة بنلاحظ أن النقطة هذه ثلاثة وأربعة عبارة عن صورة النقطة سالب ثلاثة وأربعة حول محور الانعكاس اللي هو محور الصادات ليش؟ لأن المسافة عن من ثلاثة وأربعة لمحور الصادات عبارة عن ثلاث وحدات والمسافة من سالب 3 و 4 لمحور الصادات أيضا عبارة عن 3 وحدات فبالتالي نفس المسافة فبالتالي كأنه هذا المحور الصادات هو محور الانعكاس اللي عندي والنقطة هذه قلت لك جيب لي النقطة اللي بتقابلها هنا فرح تبعد أنت 3 وحدات عن محور الصادات فرح تطلع النقطة سالب 3 و 4 إذن النقطة سالب 3 و 4 عبارة عن صورة النقطة 3 و 4 لما يكون محور الانعكاس هو عبارة عن محور الصادات. حنيجي نكتب هذا الكلام في الفراغات اللي موجودة عندي. ولاحظ ان النقطة سالب تلاتة واربعة تبعد بمقدار تلات وحدات عن محور الصادات. والنقطة تلاتة واربعة ايضا تبعد تلات وحدات عن محور الصادات. محور الصادات يسمى في هذه الحالة محور انعكاس. زي ما احنا عرفنا. وتسمى النقطة ثلاثة واربعة صورة النقطة سالب ثلاثة واربعة تحت تأثير الانعكاس في محور الصادات. زي ما احنا شايفين. فانا ممكن يكون عندي محور الانعكاس هو محور السينات او محور الصادات. طيب اتعلم بقول لي صورة النقطة الف با تحت تأثير الانعكاس في محور السينات هي النقطة الف وسالب با. يعني لما انا بدي اعكس النقطة الف وبا تحت تأثير الانعكاس في محور السينات. إيش النتيجة رح تطلع عندي ألف زي ما هي مش رح تتغير لأنه أنا بعكس عمحور السينات فالسين مش هتتغير طب إيش اللي رح يتغير رح يتغير الصاد رح تصير بدل با رح تصير سالب با يعني مثلا لو أنا عندي النقطة خمسة وستة وقلتلك جيب للنقطة اللي تبعت الانعكاس أو الصورة تبعتها تحت تعثير الانعكاس في محور السيناء السينة بما إنه انعكاس في محور السيناء السين اللي هي ألف مش رح تتغير الخمسة رح تضرها زي ما هي الستة إيش رح تصير البا رح تصير سالب با يعني رح تصير سالب ستة فبالتالي النقطة خمسة وسالب ستة هي عبارة عن انعكاس للنقطة خمسة وستة حوالين محور السيناء طيب لو كانت أساسا النقطة عندي سالب ثلاثة وسالب أربعة وقلتلك جيب للانعكاس تبعتها عن محور السينات حتقول للألف رح تضرها زي ما هي اللي هي السين لأنه انعكاس حول محور السيناء الباء رح تصير سالب طيب سالب السالب أربعة إيش يعني أش رح تصير رح تصير أربعة ليش لأنه سالب السالب موجب فبالتالي النقطة سالب ثلاثة وأربعة عبارة عن انعكاس أو صورة النقطة سالب ثلاثة وسالب أربعة لما يكون أو تحت تأثير الانعكاس في محور السيناء طيب بنفس الطريقة صورة النقطة ألف وباء تحت تأثير الانعكاس في محور الصادات هي النقطة سالب ألف وباء بما انه انعكاس في محور الصادات يعني الاحداث الصادة مش رح يتغير فبالتالي الاحداث السيني هو اللي رح يتغير اللي هي ألف بدل ألف رح تصير سالب ألف فدائما احفظوها لما اكون انعكاس في الصادات الصادة مش رح يتغير لما يكون انعكاس في الصينات السيني مش رح يتغير فمثلا لو انا بدي اعكس النقطة سالب ثلاثة واربعة انعكاس حوالين محور الصادات وقلتلك جيب لي النقطة اللي رح تنتج عندي رح تقول لي ألف رح تصير سالب ألف يعني السالب 3 رح تصير 3 عكسناها سالب سالب 3 باطلع 3 بالموجة والأربعة رح تضلها زي ما هي لأنه إنعكاس حولين محور الصادق فبالتالي هذا الإشي أو هيك بقدر أطلع النقاط بدون ما أنا أتطر إني أرسم وبدون ما أتطر إني أشوف محور الإنعكاس مباشرة أطلع النقاط اللي أنكسها حولين محور الصينات أو النقاط المعركة لكس 9. السيد هو الخصوص 1 0,1 السيد هو مهور سيد سيد محور سيد السيد سيد السيد هو السيد سيد نقوم بروس نقوم بروس السيد سيد مسيد سيد 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 اكتبوا كيف featuring محور السية لأن الاحداث السيني لا تغير سالب 0 الطب السلب 0 tengan m0 لا يختلف انعكاسها في محور الصادات بقول أن واحداث السيني ما أحدث؟ سالب 7 سالب 7 سالب 4 لماadomo من حوالي محور السينات بقول لامحور محور السيني الاحث الدكتور الأحداث السيني السنان. أنا نفعل صراءات فقط هدئة النقطة الع tweet هذا النقطة عدد سلوث فف dolls ثم نعكس حول محور الصنات صنيع أحضاز الصاد هم نصل على سلوwe هنا wir Dark ثم we J ثم نعكس الـ حوالي محور الصادات. ايش بتصير النقطة? قلنا الاحداث السيني هو اللي راح يتغير. فراح يصير سالب سالب ثلاثة بتصير ثلاثة. والسالب اربعة بتظلها زي ما هي. وزي ما احنا شايفين هذه هي النقاط الموجودة عندي. طيب. نيجي الان لنشاط اربعة. نشاط اربعة بيحكي لي. اتأمل النقطتين في المستوى الديكارتي المجاور. زي ما احنا شايفين عندي. اذا تحركت النقطة الف اربعة وسالب اتنين خمس وحدات الى الاعلى لتصبح احداثياتها اربعة وثلاثة. ماذا نلاحظ? يعني هذه عندي النقطة الف. اللي هي احداثياتها اربعة على محور السينات وسالب اتنين على محور الصادات اللي هي موجودة هنا. طيب اتحركت خمس وحدات للاعلى. يعني حركناها للاعلى خمس وحدات. هل احداث السيني لالها حيتغير? يعني الاربعة هل راح تتغير? سواء كانت هان او هان او هان او هان او هان? لا طبعا. ايش اللي رح يتغير? رح يتغير الاربعة الاطبعين الراتبمة. طيب انا رفعتها للاعلى خمس وحدات. قديش الارب وحداتصاديةů كان للأول سالب اتنين? سالب السالب اتنين للراتب رح يتغير ثلاثة. ليش? لان سالب اتنين زائد خمسة بساوي ثلاثة. فنا لما احرك النقطة تلات وحدات للأعلى الاسحداث الصاضي قديش رح يزيد? رح يزيد خمس وحدات. فبالتالي الاحداث الصاد إلى النقطة كان سالب اثنين بعدها قديش صار صار ثلاثة طيب هذا الكلام بيحكي لي ياهوه إذا تحركت النقطة ألف بمقدار وحدتين إلى اليسار تصبح إحداثيات موقعها الجديد هل قتل لو بدنا نحرك النقطة ألف نقطتين لليسار مش للأعلى بدنا نحركها لليسار طيب إذا حركنا على اليسار هل الإحداث الصادة لإلها حي تغير لا طبعا رح يضل سالب اثنين زي ما إحنا شايفين يعني حنحرك على هذا الخط طيب لما نحركها لليسار الإحداث السيني بيقل ولا بيزيد طبعا بيقل لأن الأربعة لما نحركها وحدتين لليسار رح تصير اثنين فبالتالي النقطة ألف رح تصير هنا هده إحداثياتها الجديدة قديش إحداثياتها الجديدة رح تصير رح تصير اثنين وسالب اثنين الصادة ما تغير ولكن السيني هو اللي تغير زي ما إحنا شايفين أربعة حركناها لليسار اثنين يعني نقصنا منها اثنين فهذا ما هي إحداث الصادقة التي ستتغيرها الـ وفي نهاية الحقيقة الصادقة السابقة المتعرض فعلي أن أتغير كتبت قليلاً لأنها صادقة رغبية حتى فتحركت إلى أسفل وليس صادقة يغير إذا وحركت إلى أسفل فعلي الأن التحركت إلى قليلاً طيب إيش أحداثيات النقطة 3 أسالب 1 إذا تحركت أربع وحدات للأسفل طيب أنا بقدر أجيبها بدون ما أرسم وبقدر أرسم طبعا طيب نيجي للنقطة 3 أسالب 1 هذه هي النقطة 3 أسالب 1 بيقولي بدي أحرك النقطة أربع وحدات للأسفل هاي وحدة وحدتين ثلاثة أربع يعني راح تصير هذه هي النقطة راح تصير أحداثياتها 3 أسالب 5 طيب يعني 3 في السينات وسالب 5 في الصدر طيب بقدر أجيب الإحداثيات بدون ما أنا أرسم أو بقدر لأنه إحنا حكينا إذا تحركت أربع وحدات للأسفل معناها إيش اللي راح يتغير الصدات ولا السينات الصدات طبعا ليش لأن الصدات هي عبارة عن الإحداث الرأسي سواء أنت حركت للأعلى أو للأسفل بينما السينات الإحداثي الأفقي فما بيتغير لأنه أنا بدأت تحرك للأعلى أو للأسفل طيب إذا تحركت للأعلى للأسفل هل رح يزيد الصادات او الاحداث الصادية او رح يقل طبعا عندي الاحداث الصادية رح يقل يعني السالب واحد رح ننقص منها قديش رح ننقص منها اربعة طيب سالب واحد ناقص اربعة قديش بيطلع عندي بيطلع عندي بيساوي سالب واحد زائد سالب اربعة كيف عملناها سالب واحد زائد سالب اربعة جبنا حولنا عملية الطرح لعملية جمع وجبنا معكوس الاربعة اللي هو سالب اربعة مش أخذنا هذا الإشي في جمع الأعداد الصحيحة طيب سالب واحد وسالب أربعة قداش يطلع عندي جمع عددين اللي هم نفس الإشارة تطلع سالب خمسة فبالتالي جبنا الإحداثي اللي هو الصادي للنقطة بدون مأطر أني أرسم فقط جمعت الأربع وحدات اللي هم تحركهم للأسفل طبعا بالسالب لأنه للأسفل فبالتالي جمعت السالب واحد زائد سالب أربعة اللي هم أربع خطوات للأسفل فبالتالي بيطلع عندي سالب خمسة اللي هو الإحداثي اللي للنقطة بعد ما خركناها للأسفل أربع وحدات طيب نيجي الآن ناخد أمثلة على هذا الإشي بيقول لي أتعلم انسحاب نقطة في المستوى الديكارتي هو تحريك النقطة في اتجاه معين ومسافة معين يعني تحريك النقطة في أي اتجاه معين ولمسافة معينة إيش بنسميه؟ بنسميه انسحاب نقطة في المستوى الديكارتي فالانسحاب هو عبارة عن تحريك النقطة بينما الإنعكاس زي ما شفنا بنجيب صورة النقطة حوالي محور التماثل أو الإنعكاس إما المحور السيني أو المحور الصادي طيب نيجي الآن لنشاط خمسة نشاط خمسة بيحكي لي أجد إحداثيات كل من النقاط الآتية تحت تأثير الإنسحاب عند النقطة ألف سالب 2 و 3 بنسحاب بمقدار 4 وحدات إلى اليمين قديش بتصير إحداثياتها؟ زي ما قلنا الإحداث الصادي مش رح يتغير 3 و 3 الإحداث السيني اللي هو سالب 2 بما إنه حركنا باتجاه اليمين فبالتالي رح يزيد بمقدار قديش أكم خطوة حركنا 4 وحدات يعني أنا زائد 4 سالب 2 زائد 4 بيطلع عندي 2 زي ما إحنا شايفين وهذا الإشي ممثل زي ما إحنا شايفين في الرسمة اللي إنتوا شايفينها حركنا 4 وحدات فصارت بدل ما هي سالب 2 صارت قديش صار الإحداث السيني للنقطة 2 طيب با 3 و 1 بنسحاب بمقدار 3 وحدات إلى الأسفل هاي 3 و 1 بدنا ننسحب يعني بدنا نتحرك 3 وحدات إلى الأسفل أي 1 وحدتين 3 فبتصير هنا فقديش بتصير إحداثياتها؟ بتصير إحداثياتها 3 وسالب 2 زي ما إحنا شايفين طيب بنفس الطريقة أنا بقدر أعرف الإحداثيات بدون ما أرسم عندي الإحداث السيني بما أنه أنا بتحرك للأسفل فإن الإحداث السيني مش رح يتغير لراح يتغير الإحداث الصادي لأنه أنا بتحرك للأسفل فبالتالي في هذه الحالة بما أنه بتحرك للأسفل يعني معناها رح يكون بالسالب فواحد ناقص ثلاثة يعني أنا نقصت من الواحد ثلاث وحدات يعني اتحركت للأسفل ثلاث وحدات واللي بيساوي واحد زائد سالب ثلاثة وهذا الإشي بيساوي سالب ثنين وبهيك أنا بكون جبت الإحداث الصادي للنقطة اللي هو سالب ثنين طيب ثلاثة اللي هي جيم أربعة وخمسة بانسحاب وحدتين إلى اليسار قديش إحداثياتها بتصير؟ بتصير اثنين وخمسة ليش؟ لأنه الإحداث السيني هو اللي رح يتغير لأنه أنا قاعد بتحرك لليسار رح ينقص ولا رح يزيد بما أنه لليسار مش لليمين رح ينقص فالأربعة رح تنقص بمقدار وحدتين اللي هما أنا تحركتهم فهتصير اثنين والإحداث الصادي رح يبال خمسة زي ما هو طيب عندي هنا تعريف بيحكي لي يرمز للتغير سين عندما تتغير قيمة سين من سين واحد إلى سين اثنين بالرمز دلتا سين ويقرأ دلتا سين حيث دلتا سين بتساوي سين اثنين ناقص سين واحد يعني التغير في الإحداث السيني زي ما احنا شفنا في النقاط لما أسوي انسحاب أو انعكاس بنرمز له بالتغير دلتا سين بينما التغير في صاد عندما تتغير قيمة صاد من صاد واحد لصاد اثنين بالرمز دلتا صاد ويقرأ دلتا صاد حيث دلتا صاد بتساوي صاد اثنين ناقص صاد واحد يعني الإحداث الصاد الجديد ناقص القديم يعني هذا هو الأساس يعني تغير من صاد واحد لصاد اثنين فصاد اثنين ناقص صاد واحد طيب هنيجي نشوف إيش هنستفيد من هذا الإشي في الأمثلة القادمة نيجي الآن لنشاط ستة أجد دلتا سين ودلتا صاد لكل زوج من النقاط الآثية رح نجيب التغير في سين والتغير في صاد لكل زوج من النقاط الآثية عندي ألف بيقول لي أول حاجة كانت النقطة ألف بعدها صارت النقطة با طيب هذا هو سين واحد زي ما احنا شايفين وهذه هي سين اثنين وهذه هي صاد واحد هذه هي سين اثنين وصاد اثنين يعني هذه النقطة الأولى سين واحد وصاد واحد وهذه النقطة الثانية سين اثنين وصاد اثنين فألف اتغيرت لبا طيب معناها دلتا سين بتساوي سين اثنين ناقص سين واحد سين اثنين قديش؟ خمسة ناقص سين 1 اللي هي 4 فبتطلع النتيجة 1 دلتا صاد بتساوي صاد 2 ناقص صاد 1 صاد 2 سبعة سين 2 صاد 1 بتساوي 3 فبتطلع النتيجة 4 طيب نيجي للنقطة 2 جيم سالب 5 و 3 دال 4 و سالب 1 طيب دلتا سين زي ما حكينا بتساوي سين 2 ناقص سين 1 ودلتا صاد صاد 2 ناقص صاد 1 عشان ما نتخربطي لازم نحط سين 2 و صاد 2 وسين 1 و صاد 1 على النقاط فالنقطة جيم راح تكون لانها النقطة الاولية سين 1 و صاد 1 والنقطة دال هي عبارة عن سين 2 و صاد 2 زي ما احنا شايفين عند النقطتين جيم و دال حينا عليهم سين 1 و صاد 1 سين 2 و صاد 2 دلتا سين بتساوي سين 2 ناقص سين 1 سين 2 قديش عبارة عن 4 سين 1 بتساوي سالب 5 فبالتالي 4 ناقص سالب 5 فبتصير الناقص مع الناقص بصير زائد فبتصير 4 زائد 5 بتطلع النتيجة 9 طيب دلتا صاد تساوي صاد 2 ناقص صاد 1 ناقص صاد 1 اللي عبر عن 3 طيب سالب 1 ناقص 3 يعني سالب 1 زائد سالب 3 بيطلع عندي سالب 4 فبالتالي هذه هي دلتا سين ودلتا صاد طيب نيجي الآن لتلاثة ها بتساوي 4 وسالب 7 واو بتساوي سالب 5 و 2 يعني هادا عندي سين 1 وصاد 1 وهنا سين 2 وصاد 2 طيب دلتا سين بتساوي سين 2 ناقص سين 1 بيساوي سالب 5 اللي هي سين 2 ناقص 4 اللي هي سين 1 طبعا لازم ننتبه للإشارات أنا بحكي سين 2 ناقص سين 1 يعني رح أاخد سين 2 بإشارتها ونقصها من سين 1 بإشارتها فبالتالي الإشارات لازم ننبيلها طيب سالب 5 ناقص 4 يعني سالب 5 زائد سالب 4 بيطلع عندي سالب 9 دلتا صاد بتساوي صاد 2 ناقص صاد 1 بتساوي صاد 2 قديش 2 ناقص صاد 1 سالب 7 لاحظوا أنا دائما باخد الإشارات فبالتالي إذا 2 موجب ناقص هذا الناقص سابتا ما بتتغيريش الإشارة الصاد 1 عبارة عن سالب 7 فبنحطها زي ما هي سالب 7 طيب زي ما إحنا بنلاحظ السالب مع السالب رح يصير موجب 2 زائد 7 بتطلع عندي 9 طيب أهم إشي في هذا الموضوع زي ما قلنا لازم ننتبه للإشارات لازم أخدها بشكل صحيح نيجي الآن لحل التمارين والمسائل أجد صورة كل من النقاط الآتية تحت تأثير الإنعكاس في محور السينات زي ما حكينا لما أنا بدي أعكس النقطة في محور السينات فبالتالي النقطة الإحداث السيني لإلها ما رح يتغير فالإحداث دائما السيني مش رح يتغير مين رح يتغير رح يتغير الإحداث الصاد رح يصير بدل ما هو با رح يصير سالب با يعني النقطة ألف با إنعكاسها في محور السينات الاحداث السيني ما رح يضغير الاحداث الصادي هو اللي رح يضغير رح يصير سالب طيب عشان برضو نتأكد من هذا العشي نيجي نرسم المحاول هاي مثلا عند النقطة واحد وثلاثة زي ما احنا شايفين طيب فبالتالي لما بتعكس هذا النقطة حول ما يحور السينات الاحداث السيني رح يضل واحد زي ما هو بينما الصادي بدل ما هو ثلاثة رح يصير قديش سالب ثلاثة فبالتالي الاحداث الصادي هو اللي رح يضغير بدل ما هو 3 بيصير سالب 3 يعني بدل ما هي بيصير سالب زي ما حكينا في الدرس فبالتالي حتى لو أنا نسيت بقدر أتأكد من هذه الرسمة برسم رسمة بسيطة بأتأكد منها طيب نيجي الآن للثلاثة والثنين حكينا الإحداث السينية ما بتغير الإحداث الصادي سالب ب يعني سالب 2 طيب سالب 1 ما بتتغيرش العربعة رح تصير سالب 4 السالب 5 ما بتتغيرش السالب 6 رح تصير 6 أجد صورة كل من النقاط الاتية تحت تأثير الانعكاس في محور الصادات الانعكاس سالب 1 أو 3 فهذا هو الانعكاس الثباحا من المنظم الشخص احما يقول و قال الخطر احما يرة środك المنزل مسائل السائل احما تبغل لأنه هي عباره عن الاحداث الصادي سالب واحد وثلاثة سالب واحد وثلاثة سالب ثاني الان سالب ثاني الان الاحداث الصادي سنعكسه سأعود المعكوس على علامة نحدي حتى محور المحور الذين ينعكس في الأزواج التالي لتتعب فهو لنعكس في الأزواج التالي عدي واحد وثلاثة وسالب واحد وثلاثة لما يكفي انعكاس في محور السينات لا يتغير يعني إيش اللي بتغير الإحداث الصادي الإحداث الصادي يتغير طيب لما يكون في عندي انعكاس في محور الصادات الإحداث الصيني يتغير طيب بدي أشوف أنا هل في النقاط اللي أنا موجودة عندي الإحداث الصيني اللي بتغير ولا الإحداث الصادي إذا الإحداث الصادي بتغير إن الإنعكاس رح يكون في الصينات إذا الإحداث الصيني بتغير إن الإنعكاس رح يكون في الصادة طيب نيجي نشوف الألف الواحد صارت سالب واحد والثلاثة ضلت زي ما هي يعني مين لتغير الإحداث الصيني طيب بدأ من الإحداث الصيني هو لتغير معناها نعكاس في أي محور في محور الصادات طيب نيجي لبقى سالب اثنين وسبعة وسالب اثنين وسالب سبعة لاحظوا انه مين تغير هنا عندي سالب اثنين ولكن السبعة صارت سالب سبعة يعني تغير الاحداث الصادة يعني انعكاس في محور السينات طيب نيجي لجيب عندي سفر اربعة وسفر سالب اربعة السفر ظلوا زي ما هو الاربعة صارت سالب اربعة يعني صار لها انعكاس او تغيرت احداثيات الصادات فايضا رح يكون انعكاس حوالي محور السينات سفر واربعة صارت سفر وسالب اربعة نيجي الان لسؤال اربعة اجد صورة النقطة خمسة و سفر تحت تأثير الانسحابات الاتية يعني بدنا نحرك النقطة خمسة و سفر ونشوف قديش رح تصير طيب بدنا نحركها وحدتين باتجاه اليسار لما انا حركها بحدتين باتجاه اليسار مين اللي رح يتغير الاحداث الصادة طبعا الصادة لانه الصادة بيتغير اذا حركنا لليمين او اليسار بينما الصادية يتغير إذا تحركنا للأعلى أو الأسفل فبالتالي الإحداث الصينية راح يتغير هل راح يقل ولا راح يزيد طبعاً هو راح يقل بمقدار وحدتين ليش؟ لأنه باتجاه اليسار فبتصير 5 ناقص 2 بتصير 3 والسفر اللي هي الإحداث الصادية بتضبها زي ما هي طيب وحدتين للأسفل إذا حركناها وحدتين للأسفل زي ما حكينا اللي راح يتغير هو الإحداث الصادية هل راح يزيد ولا راح يقل طبعاً راح يقل فبالتالي النقطة 5 وصفر راح تصير 5 وسالب 2 ليش؟ لأنه 0 بدنا ننقص منها سالب 2 فبتطلع عندي سالب 2 طيب 3 وحدات لليمين يعني الإحداث الصينية راح يزيد 3 وحدات معناها 5 راح تصير 8 والسفر راح تضلها زي ما هي طيب 3 وحدات للأعلى 3 وحدات للأعلى معناها الإحداث الصادية راح يزيد فبالتالي الصيني راح يضله زي ما هو والصادية راح يزيد بمقدار 3 وحدات 0 زائد 3 فبالتالي رح يصير 3 طبعا انتوا بتقدروا تتأكدوا من هذه الأجوبة عن طريق الرسم على المستوى الديكارتي ولكن انا بدون الرسم بقدر اجيب احداثيات النقاط زي ما قلتلكو اذا انا اتحركت لليمين المحور السيني بيزيد اذا اتحركت لليسار المحور السيني بيجل اذا اتحركت للاعلى المحور الصادي بيزيد اذا اتحركت للاسفل المحور الصادي بيجل طيب نيجي لسؤال 5 اجد صورة النقطة سالب 1 و 4 تحت تأثير الانعكاس في محور السينات ثم الانسحاب 3 وحدات يسارا يعني اول اشي بدأ اجيب انعكاس في محور السينات بعدها تنسحب 3 وحدات اليسار طيب عشان نعكس النقطة سالب 1 و 4 تحت تأثير الانعكاس في محور السينات زي ما حكينا في محور السينات لما يكون في عندي انعكاس اللي بيتغير هو المحور الصادي فبتصير النقطة هذه عبارة عن سالب 1 وسالب 4 اللي هي معكوس الأربعة فالألف زي ما حكينا الباب بتصير سالب باب فبالتالي لما يكون في عندي نعكاس في محور السينات لازم نحفظها بيصير عندي تغير في إيش؟ في الإحداث الصادية بيصير معكوس تبعه بدل ما هو أربعة بيصير سالب أربعة لو كانت سالب أربعة بتصير أربعة طيب طلعت عندي هذه النقطة اللي هي تحت تأثير الانعكاس في محور السينات طيب بدي ثم الانسحاب 3 وحدات يسارا بدنا نسحب هذه النقطة 3 وحدات لليسار طيب لما نسحب هذه النقطة 3 وحدات لليسار إيش رح يصير فيها؟ الإحداث الصيني تبعها رح يقل بمقدار 3 وحدات معناها السالب 1 رح تقل كمان 3 وحدات يعني سالب 1 ناقص سالب 3 أو ناقص 3 يعني ناقص 3 وحدات فبالتالي السالب 1 رح ينقص منها كمان 3 فإيش رح تصير؟ رح تصير سالب 1 زائد سالب 3 حتصير سالب أربعة فبالتالي النقطة في هذه الحالة رح تصير سالب أربعة السينات فيها رح يقل بمقدار 3 فرح يصير بدل سالب 1 سالب أربعة وأيضا الإحداث الصادي مش رح يتغير بالانسحاب لليصار ليش؟ لأنه أنا انسحبت لليصار فبالتالي التغيير رح يكون فقط على محور السيناء فبننا ننبه من هذه العمليات فالنقطة الناتجة بعد الإنعكاس وبعد الانسحاب 3 وحدات لليصار هي النقطة سالب أربعة وسالب أربعة سؤال 6 ن International في الألف نقطة سين 1 وصاد 1 وصاد 1 وانها سين 2 وصاد 3 ماذا سين بعد النقطة سين 2 وصاده 2 سين 2 – naq1 سين 2 –5 سين 1 –5 سالب 5 ناقص سالب 5 بيطلع عندي سفر لانه اي عدد لما تنقصه من نفسه بيطلع سفر فما عندي اي تغير في المحور السينات هذا معنى السفر يعني النقطة ما تغيرتش في محور السينات طيب دلتة صاد بتساوي صاد 2 ناقص صاد 1 وبتساوي صاد 2 بتساوي ثلاثة ناقص صاد 1 بتساوي سالب 11 طيب ثلاثة ناقص سالب 11 زي ما حكينا دل ناقص مع الناقص بيصير موجة فراح تسير 14 فبالتالي هذا هو دلتة صاد طيب نيجي لباب هاي عندي سين 1 وصاد 1 وسين 2 وصاد 2 طيب دلتة سين ايش بتساوي سين 2 ناقص سين 1 بتساوي سين 2 قديش سالب 3 ناقص سين 1 بتساوي 4 لانه سالب 3 ناقص 4 قديش بتسير بتسير سالب 7 لانه سالب 3 وسالب 4 بتسير سالب 7 طيب دلتة صاد بتساوي صاد 2 ناقص صاد 1 وبساوي صاد 2 قديش بتساوي سالب 4 ناقص صاد 1 قديش بتساوي سالب 6 دايما اشارة الناقص لازم نحطها في كل الاحوال سواء ان كان العدد الثاني عنده سالب او موجة طيب سالب 4 ناقل سالب 6 زي ما حكينا السالب مع السالب سين موجب سالب 4 و 6 قد يطلع عندي بيطلع عندي 2 بالموجب لأنه إشارة الستة هي الموجب هي الكبير فبالتالي بيطلع عندي تغير فصاد بيطلع بيساوي 2 طيب بيقولي في سؤال 7 إذا كانت دلتا سين بتساوي 4 ودلتا ساد بتساوي سالب 2 للنقطتين ألف وبا وكانت النقطة ألف بتساوي سالب 5 و 1 فما إحداثيات النقطة بقى طيب دلتا سين اللي هي بتساوي سين 2 ناقص سين 1 بتساوي قديش بتساوي 4 طيب ودلتا ساد بتساوي ساد 2 ناقص ساد 1 بتساوي قديش بتساوي سالب 2 طيب لحظوا أنا عندي النقطة ألف اللي هي سالب 5 و 1 والنقطة بقى طبعا مجهولة رح نسميها سين 2 وصاد 2 اللي هي نقطة الثانية مجهولة فبالتالي أنا بدي أجيب هذه النقطة طيب أنا بعرف إنه السالب 5 هي عبارة عن سين 1 والسالب 1 عبارة عن صاد 1 طيب يعني دلتا سين اللي هي بتساوي سين 2 ناقص سين 1 بتساوي 4 يعني هذا الكلام بيساوي اللي هو دلتا سين اللي هي الأربعة بتساوي سين 2 قديش موجودة عندي مش معروفة ناقص سين 1 قديش هي لها سالب 5 يعني سين 2 ناقص سالب 5 بيطلع عندي أربعة طب قديش سين 2 بقدر أعرفها ولا لا نجي نشوف السالب مع السالب رح يصير موجة فسين 2 زائد سالب زائد 5 بيطلع عندي أربعة إيش في عندي رقم لو زودنا مع الخمسة بيطلع عندي أربعة فبقدر أنقل الخمسة هذه أنقلها على الجهة الثانية وغير إشارتها فرح يصير هنا أربعة ناقص خمسة أو بقدر أنا أجيب العدد مباشرة إيش العدد اللي بنجمعه مع الخمسة بيديني أربعة اللي هو سالب 1 فبالتالي سين 2 رح تكون بتساوي سالب 1 زي ما إحنا شايفين لأنه لو جمعنا السالب 1 زائد 5 رح يديني أربعة أو بأنقل الخمسة على الجهة الثانية بتصير أربعة ناقص خمسة أربعة ناقص خمسة قديش بيطلع عندي سالب 1 طيب نفس الطريقة ساد 2 ناقص ساد 1 بساوي سالب 2 يعني سالب 2 بتساوي ساد 2 اللي هي قديش مش معروفة ساد 2 ناقص صد 1 ناقص صد 1 صد 1 يديش Алеي عبارة عن 1 طيب سالب 2 إيش بيساوي؟ بيساوي عدد ناقص 1 طيب إيش العدد اللي لو نقصت منه واحد بيعطيني سالب 2 طيب عشان نعرف هذا العدد في عنده طريقتين إما أنا بخمن يعني بقول مثلا إنه نيجي نحط السفر سفر ناقص واحد سالب 1 طيب نيجي نحط الواحد واحد ناقص واحد سفر طيب نيجي نحط السالب واحد سالب واحد سالب 1 صاد 2 بتساوي سالب 1 بقدر أجيب الجواب بطريقة تانية لو نقلت السالب 1 هنا اللي هي ناقص 1 هنا نقلت على الجهة الثانية ايش بتسير بتسير بالموجب فرح يسير 1 زائد بالموجب زائد سالب 2 1 زائد سالب 2 قداش بطلا بيطلع عندي سالب 1 فبقدر أحل هذا السؤال بطريقتين إما إني أخمن أو أنقل الرقم هذا على الجهة الثانية فبالتالي بيطلع عندي ولكن مع تغيير إشارته فبقدر أعرف قيمة صاد 2 وقيمة سين 2 فبالآخر بتطلع عندي النقطة سين 2 وصاد 2 اللي هي النقطة باء إحداثياتها سالب 1 وسالب 1 هذا إحداثيات النقطة باء أصدقائي العزاء هيك بنكون نتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة إذا أنتم مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة إحنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تطلعوا على الروابط اللي موجودة في الوصف أسفل الفيديو حدفيتكو كثير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد